السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقات أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحتين وعافية معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية لطلاب وطالبات الصف الأول ابتدائي مادة لغتي فأهلا وسهلا بطلاب المميزين معي في درسي حرف الباء مجالنا المستهدف هو المجال المعرفي المجال المساند له هو المهارات الحركية الدقيقة أهداف الدرس الذي أسعى أنا وأنتم أبنائي لتحقيقها بإذن الله أن يحفظ الطالب وطالبة شكل الحرف باء بعد ذلك أن ينطق الحرف باء بالحركات الفتحة والضمة والكسرة ننتقل إلى أن يستخرج الطالب وطالب الحرف منفصل وجزءا من الكلمة ثم أن يسمي الطالب وطالبة صورا تحتوي على الحرف باء نهاية أتمنى أن نصل لمرحلة أن نقرأ كذلك أن نكتب الحرف بشكل منفصل وجزءا من الكلمة حرفنا اليوم حرف مميز جميل جدا اسمه حرف الباء ماذا يشبه يا ترى حرف الباء؟ ماذا يشبه؟ ماذا تذكرتم عندما شاهدتم حرف الباء؟ ألا يشبه صينية التقديم؟ صينية التقديم؟ صحيح التي نضع فيها أقواب الشاي والقهوة ولكن في تسفلها نقطة إذن يشبه صينية التقديم؟ أسفله نقطة تخيلوا أن هذه هي المساكات التي موجودة في الصينية إذن حرف الباء يشبه صينية التقديم؟ أسفله ماذا؟ نقطة أحسنتم لنبدأ أنا وأنتم عن قصة جميلة من يترابط لهذا القصة؟ من هو يترابط القصتنا؟ بسمة بنت جميلة تسكن في بيت كبير بجانبه بحيرة ماء بسمة بنت جميلة تسكن في بيت كبير بجانبه بحيرة ماء تسبح فيها بطة تسبح فيها بطة صغيرة وبالقرب شجرة برتقال وبالقرب شجرة برتقال وفي كل يوم تخرج بسمة من الباب وتذهب لجمع البيض وفي كل يوم تخرج بسمة من الباب وتذهب لجمع بيض الدجاج ما اسم البنت؟ ما اسم البنت التي في قصتنا؟ ها تذكروا ماذا كان اسمها؟ بماذا كان يبدأ بأي حرف؟ بأ 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 أحسنتم بأ بسمة إذن كان اسم البنت ها ذكروني جيدا بأ بسمة أحسنتم إذن اسم البنت بسمة ماذا كان لدى بسمة؟ أين تسكن؟ أين تسكن بسمة؟ هل تسكن في الشارع؟ إذن أين تسكن بسمة؟ أحسنتم في بأ بأ بيت إذن بسمة تسكن في بيت كبير أين تسكن بسمة؟ بيت أحسنتم بأ بأ بيت تسكن بسمة في بيت كبير ماذا يوجد بجانب هذا البيت؟ ماذا كان يوجد بجانب هذا البيت؟ بأ بأ بحيرة كان يوجد بجانب البيت ماذا؟ بحيرة أحسنتم إذن كان يوجد بجانب البيت بأ بأ بحيرة طيب من كان يسبح في هذه البيت بأ 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 بطة؟ إذن كان يسبح فيها بأ بأ بطة إذن من كان يسبح في هذه البيت بأ بحيرة الماء؟ بأ بطة بطة صغيرة طيب ما نوع الثمار الذي كان موجود على الشجرة؟ ها بالقرب من منزلهم وبالقرب من محيرة ما نوع الثمار؟ شيء يبدأ بحرف البأ بأ بأ برتقال إذن نوع الثمار كان ماذا؟ بأ بأ برتقال أحسنتم رائع طيب من أين تخرج بسمة؟ كل يوم بسمة تخرج من ماذا؟ نحن جميعنا لدينا بيت من أين نخرج؟ إذا أردنا الخروج من البيت من ماذا؟ من باب أحسنتم بأ بأ باب مرة أخرى بأ باب باب إذن تخرج بسمة من الباب تذهب لجمع ماذا؟ بسمة كل يوم تخرج من الباب لتجمع ماذا يترى؟ ماذا تجمع بسمة؟ نعم بسمة تخرج لتجمع بأ بأ بيض الدجاج إذن بسمة كل يوم تخرج لتجمع بأ بأ بيض الدجاج أحسنتم ممتاز أبنائي وبناتي رائعين إذن تعرفنا على كلمات تبدأ بحرف ماذا؟ ما الحرف الذي نشاهده؟ حرف الباء من يتذكر ماذا يشبه حرف الباء؟ أحسنتم يشبه الصينية مستوي وماذا؟ ولهم الساكتان ولكن أين النقطة في الأسفل أم الأعلى؟ رائعين نعم النقطة في الأسفل ممتاز يا أبنائي وبناتي إذن جميعنا نردد حرفنا اليوم هو حرف ماذا؟ حرف بأ بأ أحسنتم كيف يخرج حرف الباء من ثمي؟ ما هو مخرج حرف الباء؟ أولا أبنائي وبناتي حرف الباء حرف انفجاري يخرج من ماذا؟ من الشفتين بانطباق بعضهم من أجل أن أنطق حرف الباء ماذا أفعل؟ أطبق شفتي هكذا بأ وأخرج الهواء بقوة نطبق الشفتين على بعضها لاحظوا هنا نطبق الشفتين بعدين ماذا؟ ضعوا أيديكم أمام الشفات هيا نضع أيدينا أمام الشفات ونقول بقوة بأ ماذا حسستم؟ نعم هواء يندفع صحيح حرف انفجاري لذا حرف الباء ينطبق عليه هو أول حرف كلمة بوم لأنه ماذا؟ حرف انفجاري يخرج بعد أن نطبق الشفتين بأ هيا مرة أخرى نجرب كيف يخرج حرف الباء من فمي؟ بأ أحسنتم رائع إذن يخرج حرف الباء بانطباق الشفتين بعد ذلك ماذا نخرج الصوت؟ بأ ماذا لحبتم؟ ممتاز رائع ماذا لو عدتم التجربة بعد أن ننتهي من الدرس أمام المرآة؟ حتى نتأكد من مخرج الحرف طيب أبنائي وبناتي في أي شكل من الأشكال بداخلها حرف الباء؟ لدي متلت لونه مرتقالي ولدي دائرة خضر ما الحرف الذي بداخلها؟ هل هو حرف الباء؟ نتذكر حرف الباء يشبه ماذا؟ يشبه الصينية له مساكتان بأسفله ماذا؟ أسفله نقطة هل هذا يشبه الصينية؟ أم له بطن كبير؟ أحسنتم الحرف هنا هل هو حرف الباء؟ لا حرف له أسنان هذا حرف الصين ننظر إلى المربع هنا ما الحرف الذي بداخله؟ أين توجد النقطة؟ يا سلام عليكم نعم حرف الباء إذن نرسم دائرتنا على حرف الباء الموجود هنا إذن هذا حرف الباء ممتاز أبنائي وبناتي هيا ساعدوني في جمع قطاع الحلوة ولكن لا أريد أي حلوة أريد الحلوة التي كتب عليها حرف الباء حرف الباء أين الحلوة التي مكتوب عليها حرف الباء؟ نجرب نعم الحلوة الصفراء صحيح بداخلها حرف الباء هيا دوركم الآن أين حرف الباء في أي قطعة حلوة حتى تضعها بسمة محا في الحقيبة أين حرف الباء؟ ممتاز هنا في الحلوة الخضراء حرف الباء ممتاز ممتاز أيضا أين حرف الباء؟ هل هذا حرف الباء؟ أحسنتم هذا أبدا ليس حرف الباء إذن ليس هو حرف الذي أريده هل هذا حرف الباء؟ نعم هذا حرف الباء إذن لنضعه في حقيبة بسمة طيب هنا في الأعلى هل هذا حرف يشبه الصينية بمساكتين؟ في أسفله نقطة طيب أين النقطة؟ لا هذا لن ليس حرف حرف الباء لنشاهد هنا هل هذا حرف الباء؟ من يتفق معي؟ أنا أرى أنه حرف الباء من يتفق معي؟ أحسنتم رائعين إذن جميعنا نشير على حرف الباء ونضعه في الحقيبة مع بسمة أحسنتم أبنائي وبناتي ممتاز هيا لننطلق هيا يا بسمة خذ قطع الحلوة إلى صندوق المفاجآت ماذا لدينا في صندوق المفاجآت؟ مستعدين لنشاهد ماذا لدينا ما هذا الذي خرج من الصندوق؟ ما هذا؟ باء باء برتقال أحسنتم إذن برتقال ممتاز برتقال يبدأ بأي حرف؟ ممتاز يبدأ بحرف الباء هيا بصوت أعلى ننطق الكلمة ب ب ب برتقال برتقال أحسنتم نجرب ونخرج يا ترى ماذا لدينا في الصندوق أيضا؟ يا هذا الصندوق العجيب ما هذا يا ترى؟ هل عرفتم ما هذا؟ أحسنتم ممتاز ب ب باب باب ممتاز كلمة باب كم باء فيها؟ كم باء؟ ساعدوني أحسنتم هذا حرف الباء أيضا هذا ما هو؟ هنا أيضا حرف الباء اسمعوا ب ب ب باب ممتاز أبنائي وبناتي هيا نكمل ما هذا الطائر الذي يجد تقليد الأصوات؟ أحسنتم ممتازين أحسنتم ممتازين أيضا كم حرفا في ب ب بغا؟ كم حرف باء موجود في كلمة ب ب بغا؟ ممتاز حرفاني للباء هذا الحرف الأول وهذا الثاني إذن كم حرف باء عندي؟ حرفان هيا لننطق الكلمات مرة أخرى بورتقال باب باب بغا ممتاز أبنائي وبناتي رائعين جدا أريد منكم بعد أن أنتهي من الدرس أن تذهبوا إلى المراية وتشاهدوا كيف يخرج حرف الباء معذرة كيف يخرج حرف الباء من بين الشفتين إذن هو حرف انفجاري يخرج من بين الشفتين أطبق شفتين بعد أن أقول باء أحسنتم رائع إذن حرفنا الجميل اليوم اسمه حرف ماذا؟ حرف الباء رائعين ألقاكم على خير بإذن الله في درسنا القادم معكم معلمتكم منال صالح الغريب